السلام عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم متابعين في الجزء الثاني من الفيديو المتعلق بالجهاز الرائع من شركة ايكولينج جهاز ايكولينج زين ثلاثة كما قد لاحظوا الخط الواجهة الانيقة لهذا الجهاز في الجزء الاول في الفيديو اللي اول فتحنا العلبة وتعرفنا على الجهاز الخصائص والمميزات جهاز انيق رائع يجي معه جزء ديالت الكومنتات جوج ديالت الكومنتات الخط في هاد الفيديو في هاد الفيديو الخط غاد ينتعلموا كيفاش نفلاشو هاد الريسيفر هادا في الاستخدام الاول ديالو مين كتشريو الريسيفر من السوق كتجيبوه للدار ضروري سكم دوزولو الفلاش بال باليو اس بي بالفلاشة كتركبوها هنا كما قد لاحظو هاي الفلاشة كتليصار جهو الفلاش من الموقع الرسمي ديال الشركة ايكولينج ايش دي فونكم كتدخلو كنشيو الكاتيغوري وكتليصار جهو الفلاش من الموقع مي كتركبوها هاتم الاخوان كتتقرأ معكم اليو اس بي وكتضغطو على الميني كما قد لاحظو اختصارة رائعة في هذا الجهاز ده كتضغطو على الميني او المينيو في تيلي كومنت كتظهر معكم هاد الواجهة غدين نغيروا لغات الجهاز غدين نشانجوا اللغة الى العربية غدين بدلوا اللغة بزاف كي طلبوا مني لان اغلب الناس اللي كتفتش على هاد الصرحات هدي ما كتفهمش كيفاش تتعامل مع هاد هاد الريسيفيرات هدي كتطلب مني الشرح باللغة العربية بالعربية كما كتلاحظو احنا بدلنا اللغة العربية ما كتضغطو على الميني كتظهر معكم هاد اللوحة باش ندوزو الفلاش اللوول لهاد الريسيفير هادا كنجوه لهاد الخانة هادا كنضغطو على هاد الازرار هادو كنجوه اللي هنا تحكم بالقرص كنضغطو على اوكي كتظهر معنا هاد الخيارات هاد مجد وعن Voor Abrams ما هنختروش هاد قد نجوه اللي هنا وبرامج الصفتوير اللي هنا قد نضغطو على اوكي كما قد لاحظو التقرات معنا د. يظهر معنا هنال فلاش هنا زين زين تلاتة كما قد لاحظو الخوط اكولينك زين تلاتة قد ندوزو هاد الفلاش هذا قد نضغطو على اوكي ونضغطو على زرف الصوت هل تريد تعديل نضغط على زر الصوت نضغط على نعم نضغط على اوكي الرجاء عدم اغلاق الجهاز لا تطفى الريسيفر في هذه الحالة تأكدوا الارانج ومالفتة تغذية ركم مزيان لكي لا يتطفى الريسيفر لا يتوقع في المشاكل سنستنى وحتى يدوز هذا التحديث نستنى وحتى يدوز ونكملوا الشرح نستنى وحتى يدوز الارانج رجعوا الريسيفر للمصنع ضروري اعادة المصنع وضبط المصنع للجهاز ضروري قبل لا تضيفوا قائمة القنوات لائحة القنوات للريسيفر رجعوا الريسيفر للمصنع نضغط على اوكي نضغط على اوكي ونضغط على الخانة الاخيرة يضبط على الخطوة استعادة برمجات المصنع نضغط على اوكي ويقون اكتب الاربعات الأصفار ينضغط على الأصفار الخطوة كذلك تهدرها بالخيارات ونضغط على الخياراتك باست base بدوم نضغط على الخيارات ودوق إضافة له ان сотغط على زرürة في الصوت نضغط لحظة أغطأ لا تأتيد عادة musician هدهة المصنع للجهاز قليلا Mick بدوم اشتبط قائمة القني لدوم سوف نختار العربية لكي يستفد الجميع سوف نختار العربية سوف نضغط هنا على اوكي العربية العربية توقيت الزائد واحد المغرب هذه الخانة اللولة سوف نختار الخيار الأول ثم تلاحظو ظهرت معنا إعدادات الهوائي الخانة اللولة النايلسات الخانة الثانية الترددات سوف نرغب لأحضر لسبي للفلاشة باش نضيفه قائمة القنوات اللي عنا إلا بغينا نضيفه قائمة القنوات لستة دي القنوات نضغط على اوكي نضغط على البرامج كما تلاحظو تظهر معنا هنا لستة دي القنوات كما تلاحظو هذه الليستة هذي 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 نضغط على اوكي هنا في الخانة اللولة سوف نضغط على زر رفع الصوت بش نضغط على احد القنوات. سوف نضغط على اوكي. انتظر قليلا. سوف نستنعه شوية. سوف نضاف معنا قائمة دي القنوات. list دي القنوات. إذا بغينا انتقلوا بين الأقمار. سوف نضغط على زر الأحمر في التري كوموند. هنا سوف نضغط على الأقمار. كما كتلاحظوا هالنائل إذا بغينا نكونكتو هاد الريسيبر هاد مع الوي في دينا. إلا كنا تلقي الوي في. مثلا نون التليفون من ديال التليفون. إلا كنا تلقي الوي في من التليفون ولا عنا الوي في في الدار كنجول اللي هنا نتوارك سيتنج. رجعون وشونجوا اللغة. هذي نجول اللي هنا في السيستيم. كما قد لحظو كتتجولي هنا الضبط الشبكة. وكتجولي هنا الضبط الاعدادات اللاسلكية. ونضغطو هنا ايا بحث عن الشبكة. ونضغطو على الزر الأحمر. كنضغطو على الزر الأحمر باش نفتشوه على الشبكات اللي قريبة لنا. كما قد لحظو بالشاشة الخود دهار معي الوي في وحد телефон. هدا ايا ايا طلقت له الكنيكسيون. طلقت منه الكنيكسيون. بارتاج تمن account generation. هندخلوا هذا الوي في هذا. هنضغطوا هنا وقتكتبوا. يا عندكم الوي في في الدار يالققينspray call didaifone كي maneuverers. في حال هادو. فا. عندость يطلب. يكون عندهم الكلف ما عندهمشوي في الدار. يمكنك تبرتاج الكونých ny wallet منotteALI him corte ник sediaffone لتفرج Protajfoneangers. دعاء כל كل سهولة. قنوات بدون تقطع. قنوات رائعة جدا. هذي ندخلوا الكود ورجع لنكمل الشرح. كما كتلاحظوا الدراري في الشاشة ما كتدخلوا الباسور ديال الويريليز ديالكم او الموضة باس الكود الويفي ديالكم كتدر معكم علامة الصح. طرور لك ستكون هنا بصفر هاد العلامة الصح هنا. هذي نخرجوا مني هنا باش نفعلوا السيرفر ديال فوريفر. هاد ريسيفر الخود يجي في خمستاشر شهر ديال سيرفر فوريفر. هذي نفعلوا السيرفر مني هنا. كتدخلوا اللي هنا لضبط السيرفر. كتدغطوا على اوكي. كتدغطوا على زير رفع الصوت. كتنشول الرقم خمستاش. كتدغطوا هنا على زير رفع الصوت وخفض الصوت. كتدغطوا الرقم خمستاش. كما كتلاحظوا راه راه تفعل هنا يا تلقائيا. كندغطوا على زير الاخضار. يلا بغيت تفصلوا هاد تعطيل تعطيل السيرفر. كتدغطوا على زير الاخضار لتفعيل او تعطيل السيرفر كما كتلاحظوا. كما كتلاحظوا الاخوان بتاريخ اه اليوم جوج شوتنبر الفين واثنين وعشرين حتى الجوج ديسمبر الفين وثلاثة وعشرين متصل كما قد لاحظوا الاخوان مدة ديالو خمستاشر شهر خمستاشر شهر وكيجي فيه ايضا اه اتناشر شهر ديال ابولو سبور خمستاشر شهر ديال مي تيفي والمي فود وطلت شهر ديال ديما لايف وايضا كيدعم خاصية الميلتيستريم وكذلك دول بي ديجيتال بلاس هذا كل ما لدينا الاخوان كما لاحظتم طريقة طريقة السهلة والبسيطة كما لاحظتم في الفيديو الطريقة السهلة والبسيطة لتمرير الفلاش عن طريق الفلاشة اليو اس بي وايضا تمرير الميلة في القنوات وكذلك تفعيل السيرفر الفوريفر على هذا الجهاز نكسفي بهذا القادر نتمنى كون هذا الفيديو نالاعجاب ديالكم وإلا اعجبكم هذا الفيديو الخوت اه ضغطوا على اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا جرس الاشعارات على الكلب ستوصلوا دائما من الجديد وإلى حلقة مقبلة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته